افتتحت اليوم الطبعة التاسعة للمعرض الدولي للمناولة الصناعية الجست بتنظيم البورصة الجزائرية للمناولة والشراكة برعاية وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون المعرض في طبعته التاسعة عرف مشاركة إيجابية لجميع المؤسسات بابتكارات جديدة في ميدان المناولة ونعرف باللي المناولة تهدف إلى تحسين تنافسية المؤسسات وتحكم أكثر في التكنولوجيات المتجددة وكل قطاع اللي رأوا هنا في الصالون وكل مخدفة الجزائر هذا هو الهدف نحب أن نحقوه وين يكونوا عقود بين هذين الناس اللي رأوا من اليوم هنا المناولة وستشهد الطبعة التاسعة مشاركتها أزيد من مئة عارضين يمثلون مختلف القطاعات سيما الصناعة التحويلية والميكانيك الكهرباء والإلكترونيات الحديدة والصلبة وغيرها المشاركة نتعنا في هذا المعرض بهدف أساسي هو ربط العلاقات مع المؤسسات الاقتصادية اللي تساهم في النسيج الوطني وربط العلاقات عن طريق إبراز نشاطات مؤسستنا العسكرية في الميدان العسكري وفي الميدان المدني جار الافتتاح في ظروف مناسبة تتماشى وتوجيهات السلطات العمومية بخصوص تنويع الاقتصاد الجزائري ويعتبر الصالون فرصة للقاء تلك المؤسسات بالمتعاملين الاقتصاديين وربط علاقات شاركة مثمرة قادرة على تطوير النسيج المناولة في الجزائر